زيارة الاشورة ان شاء الله السلام عليك يا ابا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن امير المؤمنين وابن سيد الوثير السلام عليك يا ابن فاتمة الظهرى طيلة نساء العالمين السلام عليك يا صار الله وابن ساره ولوتر الموتور السلام عليك وعلى الارواح التي حلل بثنائك عليكم مني جميعا سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار يا ابا عبد الله لقد عظمت الرضية وجلت عظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع اهل الاسلام وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع اهل السماوات ولعن الله امة اصصى الاساس الظلمي والجوري عليكم اهل الظلمي والعن الله امة دفعكم عن مقامكم وعظامكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها ولعن الله امة قتلاتكم ولعن الله الممخدين لكم بالتمكين من كتالكم برئت الى الله وإليكم منهم ومن اشياعهم واطباعهم واوليائهم يا ابا عبد الله اني سلم لمن صالمكم وحرب لمن حاربكم الى يوم الكيامة ولعن الله اهل الزياد وآل مروان ولعن الله بني امية قاطبة ولعن الله ابن مرجانة ولعن الله امر ابن سعد ولعن الله الشمراء ولعن الله امة اسرجت وعلجمت وتنقبت لكتالك بأبي انت وأمي لك العظم مسابيبك فاسأل الله الذي اكرم مقامك اكرمني بك ان يرزقني طلب فارك مع امام منصور من اهل بيت محمد صلى الله عليه وآله اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة يا ابا عبد الله اني اتكرب الى الله وإلى رسوله وإلى امير المؤمنين وإلى فاتمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونسب لك الحارب وبالبراءة ممن أسسا أساس الظلم والجور عليكم وأبرأوا إلى الله وإلى رسوله ممن أسسا أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائكم برئتوا إلى الله وإليكم منهم وتقربوا إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالات وليكم وبالبراءة من عدائبكم والناس بين لكم الحارب وبالبراءة من أشيائهم وطباعهم إني سلم لمن صالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاءكم وعدو لمن أعداكم فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورضكني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم السلك في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغني المكام المحمود الذي لكم عند الله وأن يرزقني طلب الثاري مع إمام مهدي ظاهر الناتك بالحق منكم وأسأل الله بحجكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعتني بمثابي بكم أفضل ما يؤطي مصابا بمثيبته مثيبة ما عظمها وعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع الزماوات والأرض اللهم اجعلني في مكامي هذا ممن تناله منك ثلوات ورحمة وماغفرة اللهم اجعل محيا يا محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أميتا وابن آكلة الأكابد اللعين بن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موتن وموقف وقف به نبيك صلى الله عليه وآله اللهم الآن أبا صفيانا ومعاويتا وإذين بن معاوية عليهم منك اللعنة أبدا الآبدين وهذا يوم فرح به آب زياد وآب مروانا بكتلهم القصين ترواط الله عليه اللهم تضائف عليهم العن منك والعذاب العليم اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليومي وفي موقتي هذا وأيامي خياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليكم اللهم الآمن اللهم الآمن اللهم الآمن وتابعت علاقة بالكليه اللهم اللهم لعنهم جميعا اللهم خص أن تأول ذلك من بالعن مني وابدأ به أولا ثم الآمن الثانية والثالثة والرابعة اللهم لعن يزيد خامسة والعن بن زياد وابن مرجان وقمر بن سعد وشمر وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم الحمد لله على أذيني رزيتي اللهم ارزقني شفاءة الخصين يوم الورود وفاكبر ليك لمسرك عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بظلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك عليكم مني جميعا سلام الله ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أبهاب الحسين يا رب ان شاء الله دعاء والفرج إلهي أضم البلاء فأن مكاكرا تهجية وان قطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرقى اللهم سل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعربتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحيئهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصري أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا ساهب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجلى 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 يا أرحم الراحمين لحيء محمد وآله الطاهرين اللهم رزقنا توفيق طاء وبعد المعسيا وسلك المية وإرفان الحرم وأقرمنا بالهدى والاستقام وسدل أرسنتنا بالثواب والحكمة واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وتخير بطوننا من الحرام والشبهة واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة واقضل أبصارنا عن الفجور والخيانة واكفف أسماعنا عن اللقو والقيبة وتفضل على علمائنا بالزهد والنسيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرقبة وعلى المستمعين بالتباع والموئبة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة وعلى مشاعينا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعرفة وعلى الأغنياء بالتواضع والسعى وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى القذات بالنسر والقلبة وعلى الأسراء بالخلاس والمرحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرئية بالإنساف وهسن السيرة وبارك للحجاج والزوار في الزاب والنفقة وقد ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين الله وسلم الله وسلم الله وسلم الله وسلم الله وسلم بحج من ناجاك وبحج من دعاك بالذر والبحر صل على محمد وآله وتفضل على فقراء المؤمنين والمؤمنات بالغناء والصروة وعلى مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والصحة وعلى أحياء المؤمنين والمؤمنات باللك والكرامة وعلى أموات المؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والرحمة وعلى قرباء المؤمنين والمؤمنات بالرد إلى أوطانهم سالمين غانمين بمحمد وآله أجمعين اللهم صلى الله إن شاء الله أدواء دعا سيموتاش أدواء دعا لك أشيء أدواء إن رمضان باين أدواء ابتتاح باين أدواء ابتتاح أو كي أدواء اللهم برحمتك في الصالحين فأدخلنا إن شاء الله مديني أدواء ابتتاح نسي رمضان رشانسة ذيك اللهم برحمتك في الصالحين فأدخلنا اللهم برحمتك في الصالحين فأدخلنا وفي الإلينا فرفعنا وبكاس من معين من عين سلسبيل فسكنا ومن الحور العيني برحمتك فضوجنا ومن الولدان المخلدين كأنهم الألؤ مقنون وبراءة الأولين والآخرين يوم القيامة فارحمنا وبراءة من النار فاكتب لنا وفي جهنم فلا تقول لنا وفي عذابك وهوانك فلا تبتلنا ومن الزقوم والبريء فلا تدعمنا ومع الشياتين فلا تجعلنا وفي النار على وجوهنا فلا تكببنا ومن سياب النار والسرابيل القطران فلا تلبسنا ومن كل سوء يا لا إله إلا أنت بحج لا إله إلا أنت فنجنا ربنا وتقبل دعا بحج محمد وآل صاحب حج محمد وآل صاحب حج محمد وآل صاحب